كتاز محمد بيقول هل يجوز شراء سيارة من المخصصة للمعاقين عن طريق إعطاء يعني يخد المعاق ويدي له الأمنها وليقوم هو بشراء بشرائها باسمه يعني نوع من التحايل وفي النهاية ياخد هو السيارة السليم يأخذ السيارة من ذوي الإحتياجات الخاصة يا أخي الفاضل أنا لا أرى بجوازي ذلك على الإطلاق لأن الحقيقة ده من الأمور اللي يعني يسرتها أو أرادت الدولة من هذا الأمر تيسير ذلك الحال أو إن ذوي الإحتياجات الخاصة نوع من التسهيلات التي لهم للحصول على سيارة بتكون مجهزة مدعومة من الدولة أو ميسرة في طريقة الأقصاد أو الدفع أو بتيسير من أي نوع من الأنواع اللي فيها تيسير على ذوي الإحتياجات الخاصة فلا أرى أبدا وإنه هذه المسألة قائمة على رعاية شرط أن هذه السيارة بتعطى لمين؟ بتعطى لذوي الإحتياجات الخاص يعني أنا هنزل العقد ده منزلت أن هذا العقد خاص بذوي الإحتياجات الخاص واللي حضرتك بتعمله تحايل على الدولة بإن حضرتك تجيب حد من ذوي الإحتياجات الخاصة الذي لا يستطيع شراء السيارة وحريك بتديله عمولة وتجري العقد على هذه الصفة وبيبقى فيه نوع من التحايل إلى إن حضرتك تمتلك هذه السيارة حريك بتضيع فرص برضو على غير أو على القادرين منهم حريك بتتحايل على الدولة وبتتحايل على القانون في نفس الوقت حضرتك كسرت الشرط المهم في هذه القضية هو بالنسبة لي الحاجة الأساسية في هذا العقد إنه هذا العقد قائم على رعاية منزلة أن هذا العقد موهوب لمين؟ بيعطل مش موهوب عطية يعني هذا العقد في أصله بيخاطب مين؟ بيخاطب به دوي الإحتياجات الخاصة وليس حضرتك السليم فحريك بتتحايل والمفترض إنه المسلمون على شروطهم يا أخي الفاضل فلا أرى بجواز ذلك ويعني صرح بذلك بعض أهل العلم في هذه المسألة ومنهم شيخي وأستاذي فضيلة المرحوم الشيخ محمد مصطفى ضبش من كبار علماء وزارة الأوقاف ومن علماء الأزهر الشريف رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عني خير الجزاء شكرا للمشاهدة